تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي انجلترا اللي بتجيكم مني أنا محمل عواد بشكل شبه إسبوي طبعاً بذكر بشغلتين مهمات خبراً نبدأ أول شي تشتركوا بالقناة وتاني الشي أنه ما بقدر أحكي عن كل مباريات أنه الحلقة حتصير طويلة كثيرة وبدي أحكي لكم بخصوص أرسنال الحلقة الجاي حكون فيها مساحة كبيرة لأرسنال نحكي عنه بشكل عام هذا الموسم لأنه حسس حالي قصرنا مع آخر الأسابيع ووضعه طالع نازل فمحتاج نواجه معه بس هذه الحلقة فيها كثير قضايا آنية صارت فلازم نحكي عنها فوراً بعدين بالأسبوع الجاي نحكي براحتنا عن أرسنال نبدأ بمباراة الأسبوع مباراة القمة لامبرد بواجه مورين يوتشلسي بواجه توتنهم في لقاء على الصدارة هذه القمة كما هو واضح أثر عليها الوضع غير المتوقع اللي وجد توتنهم وتشلسي نفسهم فيه يعني توتنهم وتشلسي ما كان يتوقع أنه بعد عشر جولات يكونوا بالصدارة تقريباً يعني بالفرق المقدمة ويكون ليفربول والسيتي أرسلوا رسائل واضحة أنه لا إحنا قابلين للهزيمة قابلين للتعثر وما عاد عشان تنافسنا وتجيب اللقب لازم تفوس كل مبارياتك يعني السيتي في الموسم قبل الماضي 98 نقطة يعني لازم تقريباً تفوس كل مباراة عشان تنافسه وليفربور الموسم الماضي عمل أيضاً رقم كبير جداً فمسألة أنك تنافسهم كانت أنك لازم يضلك تفوز وهذه شبه معقدة وشبه مستحيلة على تشلسي وتوتنهم اللي هم مزاروا طور البناء لما اتغير هذا الحال أصبح الضغط كثير على توتنهم وتشلسي إنه فيه أمل ونتيجة هذا الضغط لتنين اللعبوا يوم أمس إنهما يخسروا الاثنين ركزوا نمنع كل الخصم يصنع أهدافه تتنهم سكر بالمساحات اللي بيهاجمها في فيرنان واللي بيحاول زي عاش يوصل فيها الكرة لأي لاعب موجود معاه وبنفس الوقت تشلسي يركز كثير إنه يمنع الارتداد السريع بتاعته تنهم من الدفاع على الهجوم اللي هو أساس قوته وأساس أهدافه نجحوا الاثنين بمساعيهم الدفاعية هجومياً الاثنين كانوا معطلين لأنه الاثنين زي ما حكيت ملتزمين ومرتبطين أكثر بفكرة لازم ما نتلقى الهدف الأول ولعله أهم إشارة على أهمية هذا اللقاء الكثير كثير بالنسبة للاثنين إنه مورينيو ضحى بسانشز اللي كان لازم يبدأ اللقاء على الورق ودفع بلاعب يلعب أول مباراة كأساسي مع توتنهم اللي هو رودن اللي قادم قبل شهر تقريباً اللعب يلقى مباراة جيدة اللي وصل فيها رسالة مورينيو أنا مش مستعد أجامل عشان نقطة أنا بدي النقطة أهم من مجاملة لاعب غلط كثير خلص لم أعد مستعد أخسر نقاط لأنه الحلم صار أكبر لو كانت مسألة تقاهل رابع ثالث أعتقد كان حيبدأ لتأثيره أكثر بغرفة تغيير الملابس بس لأنه بده مسألك لقب منافسة لأنا مستعد أضحي اللقاء طبعاً تتنهام حكم الرتم زي ما بده مورينيو خلاه بطيئة شلسي بفضل كان لعب بسرعة أكثر أخده مورينيو على منطقة رحته فصارت المباراة قليلة الفورس تشلسي اللي أيضاً خرج بشباك نظيفة وهذا الشيء جيد تشلسي اللي أفراده في معظم لحظات اللقاء كان عم بينه أعلى من أفراد تتنهام وهذا الشيء جيد يعني تشلسي طلع بنقطة صحيح لكن أنا شايف النقطة أبداً من السيئة لتشلسي وأبداً من السيئة لتتنهام وأبداً من السيئة لليفربول وبما إننا منحكي عن ليفربول فقضيتنا الثانية تتكلم عن جوتا البرتغالي اللي لفت الانتباه بشكل سريع تسع أهداف من أربعة عشر خلى الصحف الإنجليزية تكتبه وضوح لم يعد قابل للنقاش إنه يلعب وهذا الكلام حلو إيجابي بس بنفس المباراة حدث خلاف خلاف عادي بصير في كرة القدم بصلاح وطالع زعلان لأنه يتبدل ودخل بداله سادي وبالي الآن قدر بقدر ما هو إضافة جميلة لكلب بقدر ما عم بيخلق نوع من خي نسميه المشكلة اللي قبل الحل يعني كل دائما في كرة القدم لما لاعب بيخلق مشكلة معاه هذا طبيعي جوتا بملك كل شي بيتمناه كلب ضغط سريع سريع اللاعب حاج كثيف مستعد يلعب بالسرعة اللي بديها كلب فيه كل شي بس من نفس الوقت فيه ثلاثة أخذ مكانة تاريخية في ليفربول مش مكانة عادية بفوزه بالدوري بفوزه بالدوري بفوزه بالدوري الأبطال اللي هم صلاح ماني في رميو يكون جوتا رابحهم صعب جدا لمفهوم توازن كرة القدم المفهوم حتى التوازن في مسألة الفنيات اللي موجودة على أرض الملعب فواحد منهم لازم يدور الآن في المباريات الكبيرة لما نيجي حكي MSN في برشلونا كان نايماروس وريزوميسي ما يتطلعوش على الخطة ينزلوا على الملعب سواء قالهم حتلعبوا لا لا عارفينه حيلعبوا مثلا والله بفترة رونالدو بن زيمة بيلع عارفين حينزلوا يلعبوا فرانك ريبري روبين ليباندو بيسكي عارفينه ما حينزلوا يلعبوا الآن بهذا الوضع في أربعة موجودين حيتطلعوا مين حيلعب فهل بقدر يفهمهم مفهوم انه هذه المداورة لصالح المجموعة ولا لا وهل بقدر يقنحهم انه هذا الشيء الطبيعي انه كرة القدم يصير فيها أربعة مش ثلاثة في الأمام وأداور بينكم لما اصلحتوا حسب ظروف اللقاء وعشان ترتاحوا لأنه قلتكم زمان انتو الثلاثة بما رتحتوا هنا التحدي لهذون الثلاث لأنه قلت موافق يلعب عشين مباراة حيكون مبسوط الفارج لو انك شلت في المينيو في مباراة مهمة وما لعبتوا إياها وهو جاهز مية في المية وكان بدي يلعب هنا على الصيف حيجي يقولك بدي أطلع ولما بلشوا يطلعوا بنعرف كيف كرة القدم والمشاريع بتبلش تتفتفت بطلع لاعب ممكن ما يكون أهم واحد بعدين بطلع الثاني بعدين الأجواء بتتغير بالفريق فبعدين تبلش ومش تغير فاكلوب عنده تحدي إقنع وأنا أعتقد عنده الشخصية اللي قادرة يشتازها الروح على جملة جزائري رياض محرز اللي كانت جولته بلا نقاش رياض محرز اللي أصبح سادس لعب أفريقي بيكسر حاجز هدف المئة في البريمير لي ولازم هون أتكلم عن شي لازم يفهم الجواردي ولا رياض محرز كالسوبرستار بالنسبة لبلاده بالنسبة لليستر سيتي بالنسبة لدور الإنجليزي يعني هو حقق معجزة مع ليستر ما بصير التعامله على مبدأ إلعب مباراة وريح مباراة عشان هذا اللعب الواصل تطوره ويوصل قيمته لازم يظل يلعب باستمرار آه ممكن يلعب مباراة الممتازات يلعب التالت سيئة بس لازم يرجع يلعب الرابعة مش يقعد بالرابعة يعني هذا مبدأ التذبذب اللي عم بصير مع رياض في المستوى نتيجة التذبذب من معاملة جواردي ولا لإله النجوم الكبار ما بتداوروا فنيا ليش فنيا؟ لأنه بدنيا عادي في كثير بتصير بس فنيا إذا بتداورهم حيتوتروا حيبلشوا يفقدوا ثقتهم بأنفسهم محرز لاعب عنده شخصية عنده إيجو بين قسين عنده أنا فلما تهتزوا بتوتر مش هيعطيك فعشان يعطيك ويوصل أحسن ما يمكن لازم تخليه ظل يلعب لازم تخليه ظل يلعب هذا الحل المنطقي إلا ده جوارديولا موافق ياخد من محرز في الموسم 7 من 10 ومش 9 من 10 يعني مستوى إنه محرز جيب هاتريك قام ده حط لكم هالتغريدي هلأ من حساب قصة رياضية عم بتسأل مرة الجاي حتيات ولا لا فهذا الشي يعني بخلي اللاعب بطل عارف شو لازم يعمل فباختصار إذا جوارديولا بده من محرز يتصرف ويلعب كنجم خارق عامله كنجم خارق لعب يصنع بيسجل بيراوغ بضبط رتب شو بدك أكثر من هيك لقيه فالمنطق عامله زي ما بدك منه أو على قصة عامل ناس كما تحب أن يعاملوك يعني معلمونا يوم نحن أطفال فيتعلمو إيجوارديولا منتقل للفقرة الرابعة فقرة دوري بلا بطل من يونايتد اللي عمره منتادة عظيمة أمام ساوتاونتن إذن سونكافاني بثبت أهمية وجود لعب في الصندوق لمن يونايتد لعب بيعرف الصندوق بيعرف وانت يحجز قلوب الدفاع بيعرف وانت يهرب منهم بيعرف وانت يطلع وانت يدخل لعب فهم مكانه مش زي اللي كانوا يتجربوا في الفترة الأخيرة لعب جعان على كل كرة هذا الجوع للعلم مش موجود تقريبا عن دول العمل لعيد يونايتد في الأمام الجوع على كل كرة بدي أقاتل على كل كرة كأنها المباراة ويعني تأثيره على الشخصية بصراحة ملموس متادور عظيم جدا رغم أنه خبص الدنيا بعد ذلك لما يجي يشكر أحد أصدقائه فقال له شكرا يا أسود وفي الأريقوي يبدو أنه فعلا لأنه لوي السواريز قال هذا الكلام والآن كباني يكرر هذا الكلام أنه كلمة يعني النجر أو نجريتو اللي هي بلغتهم أنه إحنا في الأريقوي بنحكيها عادي وما فيهاش زعل اللي هي السببات المشكلة للسواريز مع إفرا ويبدو أنه كباني بيأكد نفس كلامهم والله الكلمة عادية بس كتير مهم هاي مسألة وكلاء أعمال مسألة شركاتي فهموهم أنه لغتكم في بلادكم مش زي لغتكم في بلاد بريمير ليج نرجع لموضوعنا الأساسي اللي قلت عنه دوري بلا بطل يونايتد لو تيش تقول لأي واحد مش متابعك لدوري إنه زيكي فضعه والله سيئ يونايتد لو فاز بالمؤجلة حيكون بينه بين القمة نقطتين فقط تخيلوا هذا الفريق السيئ فهون إحنا أمام دوري بلا بطل حرفية الموسم الماضي ليفربول بعد عشر جولات كان معا 28 نقطة ونفس الشيس سيتي في الموسم اللي قبله الموسم الماضي ليفربول كان معا 28 نقطة بعد عشر مباريات والموسم اللي قبله سيتي كان معا 26 واللي قبله سيتي كان معا 28 الآن المتصدر معا 21 فمنتكلم عن انخفاض من 28 ل 21 تقريبا 25% بالنقاط وكأنه هاد البطول اللي بتقولنا اسمعوا اتفقعوا مين ما بتكون نفوز باللقب ممكن هذا البطول ممكن للكل حتى مانيوناتد حتى ليفربول حتى الستي حتى تشيرسي حتى توتنهم حتى الاستر مين ما بده البطول اللي فيها 25% خفض من النقاط بأول عشر جولات عشر جولات مش مسافة قصيرة في الدولة للعلم فمسافة كبيرة في خفض كبير في النقاط وهذا الشي يعني صراحة انه خليك تقول لازم الكل يحلم والكل يقاتل على المباراة بس لما يقاتلوا كلهم على الدوري حتصير مشكلة اخرى في مقاعد الابطال حتصير في المقاتلة اكبر وهنا ربما مجرد توقعات من اشياء صارت في الماضي في دوريهم لما صارت هذا الاحتدام يأثر هذا على نتائجهم كلهم بالبطولات الاوروبية بنوصل هنا نهاية حلقة سيلفي انجلترا تجيكم مني انا محمد عواد بتمنى منكم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت وتشاركوا هذا الفيديو مع معجبينكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة